موسيقى السلام عليكم نشرة الأخبار نبدوها بالعنوين موسيقى تجدد الاشتباكات في الحسك بين قصد وداعش والجهات الحكومية تواصل تقديم الدعم لألاف الأسر التي نزحت من أحياء جنوب الحسكة موسيقى لليوم الثاني استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في درعة وسط إقبال كبير من أبناء المحافظة موسيقى وتعليق المفاوضات النغوية في فيينا بدءا من السبت للتشاور مع العواصم وفرنسا تعترف بصعوبة المفاوضات وإمكانية الاتفاق موسيقى موسيقى تواصلت لليوم الثاني على التوالي في مركز وسط مدينة درعة تسوية أوضاع المطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية من أبناء محافظة درعة موسيقى 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 تجددت اجتباكاته داخل سجن الصناعة في مدينة الحسكة وذلك بالرغم من إعلان قصد سيطرتها الكاملة فيما بدأ أنه استعجال للتغطية على الفضيحة التي تشير إلى تمكن المئات من إرهابي داعش من الفرار إلى خارج الحسكة هذا وجددت طائرات الاحتلال الأمريكي قصفها المنازل السكنية في محيط سجن الثانوية الصناعية بذريعة ملاحقة فارين في حين أقدمت قصد على مدهمة أحياء عدة في المدينة واختطفت عشرات المدنيين في حي العزيزية هذا وتشهد المنطقة نسبة دمار هائلة في المنازل وفي تطورات حمل الأمريكيون الميليشيا مسؤولية ماجرة وسط أنباء عن اعتقالات في صفوف قصد تواصل محافظة الحسكة تقديم ما أمكن من الدعم لآلاف الأسر النازحة وذلك ضمن سبعة مراكز إيواء مؤقتة تم افتتاحها للأهالي النازحين من حي غويران وذلك بعدما منعت ميليشيا قصد العائلات من العودة إلى منازلهم في الأحياء التي تسيطر عليها بزعم عمليات تمشيط تجريها رغم إعلان ميليشيا قصد السيطرة على سجن الصناعة إلا أنها منعت حتى الآن الأهالي من العودة لمنازلهم وسط ارتفاع معاناتهم الإنسانية وصمت المنظمات الدولية عما يجري في الحسكة بالمقابل واصلت الجهات الحكومية الاستنفارة للاستجابة لاحتياجات العوائل النازحة من الأحياء الجنوبية في المدينة خوفا من الاشتباكات وقصف طيران الاحتلال الأمريكي مع تجاوز عدد الأسر الأربعة آلف بلغ عدد الأسر التي نقدم لها المساعدات أربعة آلاف أسرة وزائد أكثر من أربعة آلاف أسرة عدد المراكز أصبحت سبع مراكز نقدم لهم ثلاث وجبات يومية من الطعام وجبات ساخنة ونقدم لهم كل مستلزمات البطانيات والفرج إلى ما هنالك إضافة للرعاية الصحية إضافة إلى سيرات الأسعاف أيضا والعيادات المتنقتلة وقصدت الأسر التي تقطعت بها السبل مراكز الإيواء الحكومية مع استمرار تقديم الخدمات الإغاثية والإنسانية والطبية وتوفير وجبات طعام وفرش وأغطية ولباس لحين عودتهم إلى منازلهم طالب المنظمات الدولية بالدعم المادي والمعنى ويتدفع لها الأطفال نحن أجلنا بنتاجدون هذا داعش ولا غيرها هاي أكبر شبكة إرهاب في العالم ليش يحطونها بين الأهالي يعني هناك بغوارة الشرق حاولنا اليوم نعبر وما خلونا نعبر والسبيل اشتباك الدقين اليوم تنرجع قال لا ترجعون الوضع ما بأمان أثبتت وقائع الأحداث في مدينة الحسكة أن الجهات الحكومية ورغم ضرف الحصار الاقتصادي هي الوحيدة القادرة على مواجهة التحديات الإنسانية وتلبية الاحتياجات الطريقة للأهالي في الأزمة الإنسانية التي يعيشونها أيها المرعي لقناة سما مدينة الحسكة أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة السفير بسام صبغ توجيه رسالتين متطابقتين إلى الجهات الأممية حول جرائم داعش وميليشيا قسد والاحتلال الأمريكي في الحسكة والتي تسببت بتدمير المنشآت والبناء التحتية وأدت إلى نزوح آلاف العائلات كذلك شدد السفير صبغ على أن جرائم الاحتلال الأمريكي والتنظيمات التابعة له تتكامل مع جرائم الاحتلال التركي والتنظيمات التي يرعاها وفي مقدمتها النصرى الإرهابية إنما جرى في الحسكة خلال الأيام الماضية كشف عجز الأمم المتحدة ووكالاتها المختصة والمنظمات الدولية الأخرى عن الاستجابة بالكفاءة المطلوبة لمواجهة هذا التحدي وذلك على الرغم من المناشد العاجلة التي أطلقتها الحكومة السورية بتاريخ 22 الجاري والتسهيلات الكبيرة التي قدمتها لهم للقيام بعملهم فتحملت الحكومة السورية العبء الأكبر الكمة الأكبر من الأعباء التي فرضتها ممارسات الأطراف المنخرطة في تلك الأحداث وبالرغم من محدودية قدرتها على تلبية الاحتياجات بسبب التدابير القصرية المفروضة على الشعب السوري الوفود قد تناست جرائم التحالف الدولي اللاشرعي الذي دمر مدينة الرقب كاملها وغيرها من المناطق وتسبب بفقدان أرواح الكثير من السوريين فإن الجرائم التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي في الحسكة قبل أيام فقط يجب أن تنعش ذاكرتهم لقد دمر الطيران الأمريكي خلال ساعات مبنى جامعة الفرات ومعهد تعليم آخر ومخبز ومحطة وقود وغيرها وسقط جراء ذلك العديد من الأبرياء ألا يتوجب المساءل عن ذلك جددت روسيا مطالبتها بالانسحاب الفوري للقوات الأجنبية الموجودة بشكل غير قانوني على الأراضي السورية وقال ديمتري بوليانسكي أن روسيا وبالتعاون مع الحكومة السورية لن تتوقف عن مكافحة الإرهاب في الحسكة منعت وحدات من الجيش العربي السوري عربات عسكرية لقوات الاحتلال الأمريكي من الدخول إلى مركز المدينة وقالت وكالة سانا أن عربتين عسكريتين تابعتين لقوات الاحتلال حاولتها الدخول إلى مركز مدينة الحسكة بجانب صيدلية النجمة وسط شارع فلسطين فقام عناصر حاجز الجيش في المكان بمنعهما وإجبرهما على التراجع ومغادرة المنطقة شنت ميليشيا قصد حملة مداهمات بريفين رقة ودير الزور واختطفت عددا من المواطنين وقالت مصادر محلية أن الميليشيا دهمت منازل المواطنين في قرية الشركة على الطريق الدولي انفور شمال الرقة واختطفت ثلاثة مواطنين من عائلة واحدة واقتادتهم إلى جهة مجهولة ولفتت المصادر إلى أن المسلحين من الميليشيا دهموا منزلا أثناء غياب سكانه في قرية اللقطة وسرقوا مبلغا ماليا ومصاغا ذهبيا وفي ريف دير الزور دهمت الميليشيا بحسب مصادر أهلية قرية سويدان جزيرة شرق المدينة واختطفت عددا من المواطنين واقتادتهم إلى جهة مجهولة وصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي ممارساتها القمعية بحق الشعب الفلسطيني واعتقلت اليوم أربعة مواطنين بينهم ثلاثة أشقاء من بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة بزعم إلقائهم كرة سلج على مركبات تابعة لشرطة الاحتلال وقالت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات الاحتلال اعتقلت الأشقاء الثلاثة عدي وعلاء وقصيداري والشاب محمد هيثم مصطفى من منزل ذويهم خلال اقتحامها بلدة العيسوية شمال شرق مدينة القدس المحتلة وكانت قوات الاحتلال اعتقلت خمسة وأربعين فلسطينيا خلال مواجهات واسعة النطاق اندلعت في مناطق متفرقة من شرق القدس المحتلة في الاربع والعشرين ساعة الأخيرة شهد واد النحر الغربية محافظة شبوى اليمنية مواجهة عنيفة بين الجيش واللجال من جهة ومرتزقة العدوان من جهة أخرى بالمقابل نشر الإعلام الحربي اليمني مشاهد من التصدي لمحاولة تقدم قوات العدوان المسنودة بغارات طائرات التحالف السعودي في جبهة العنين بمديرية جبل حبشي في محافظة تعز ترجمة نانسي قنقر أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية تعليق المفاوضات النووية في فيينا لأيام ابتداء من يوم غدا السبت وأوضحت الوكالة أن قرار تعليق المفاوضات اتخذ بناء على اتفاق بين جميع الأطراف من جهتي أكد مناسق الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية جوزيب بوريل أن المشاركين في المحادثات سيعودون لبلدانهم للتشاور فيما نقلت رويترز عن مصدر في قصر الإليزي الفرنسي قوله أن المفاوضات النووية مع إيران صعبة لكن توجد مؤشرة على أن الاتفاق ممكن تفكير بالعنوين تجدد الاشتباكات في الحسكة بين قصد وداعش والجهات الحكومية تواصل تقديم الدعم لألاف الأسر التي نزحت من أحياء جنوب الحسكة لليوم الثاني استمرار تسوية أوضاع المطلوبين في درعة وسط إقبال كبير من أبناء المحافظة وتعليق المفاوضات النووية في فيينا بدءا من السبت للتشاور مع العواصم وفرنسا تعترف بصعوبة المفاوضات وأمكانيات الاتفاق إلى اللقاء